في ليبيا معالم لم تبرز ولم تنل حقها الكامل من التركيز العالمي من بين هذه المعامل والأماكن قلعة ماترس التي تقع في واحة تطبع الدرج وتبعد عن غدامس 90 كم واحة في قلبها قلعة تحيط بها القصور في دلالة على أن الأثر يدل على المسير سحنة هو في بداية القلعة هذا المسجد القديم اللي هو جايما بين القلعة وبين المدينة القديمة اللي كانت تسكن فيها السكان طبعا القلعة هذه قلعة قديمة جدا جدا وتاريخ قديم يكيد يكون قبل حتى من ماترس قبل من غدامس وقبل حتى من سيناء وقبل من درجة ده ما يحكوا الناس اللي قبلنا أهالي المنطقة لم يؤكدوا عمر هذا المعلب لكن الأثار تؤكد أن القلعة والقصور جزء من حضارة قديمة ما يميز القلعة هو التحصن من هجمات العدو والتمترس فيها ومن هنا جاءت تسمية ماترس فيها قصور فوق مخاذر كل عائلة ولا كل أسرة عندها مخذر وطبعا كل عائلة ولا أسرة عندها مسكن لوطة في القلية القديمة يعني دم قلنا المخاذر هذه فوق فيها فيها قوتهم وفيها معداتهم الزراعية والله الحيوانية والله كل ما يحتاجونها من أشياء ويلتجونها أمتى قلنا في حالة الحروب كذلك القلعة استعملت من قبل المجاهدين للتحصن فيها ضد المحتل الإيطالي إذ هي قلعة ضربت في جذور التاريخ الليبي وأكدت وما تزال أن هذا البلد يستحق من شعبه ترجمة نانسي قنقر